الموازنة مختصرة على الرواتب عن أمور اقتصادية أكثر بعد هنقول يطرح الأمور أكثر وسع أكثر الموازنة وأهميتها يعني هو عادة بدول العالم الموازنة هي مو البداية الموازنة هي النهاية ما قبل الموازنة هناك استراتيجية وقبل استراتيجية هناك رؤية يعني الدول دول ترسم رؤية لمستقبل البلد اللي تريد بي وهذه الرؤية تطلع من عدها استراتيجيات طويلة المدى امتداد 10 سنوات 15 سنة الموازنة هي فقط إسقاطات لهذه الخطة والستراتيجية لتنفيذها يعني أنا وحدة من الأدوات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات هو وجود الأموال للأسف لكون العراق لا عندها هذه الرؤية ولا عندها استراتيجية الواضحة صارت الموازنة هي المعيار الأساس تحولت الموازنة للأسف أيضا إلى نقطتين رئيسية فقط اللي هي نقطة الرواتب ونقطة المزايدات على موازنات المحافظات ولكن بالأساس الرواتب والمصرفات التشغيلية يجب أن تكون هي الجزء الأصغر من الموازنات لأنه يجب أن يكون هناك موازنة استثمارية لبناء البلد وبناء البنى التحتية اعتمادا على الستراتيجية الموضوعة والرؤية الموضوعة يعني اليوم أول شي لازم احنا نعرف العراق شا الريد من عنده العراق بلد زراعي لو بلد صناعي ريده لو بلد تقني لو بلد نفطي لو شن البلد وين هو شنه شنه ماكو ماكو هذا ما موجوده ما حد يعرف لذلك تشوف أن الموازنات مالتنا كل سنة يتم بها هذه النقاشات والتفكير والخروج بآراء جديدة واليوم نحط سعر الدولار وباتشرا نحط سعر نغير سعر الدينار هذه كلها موجودة بالموازنة حتى أصبحت الموازنة نوع من القوانين بينما لو ترجع إلى كل موازنات الدولة العراقية منذ الحكم الملكي ترى هي ما تتجاوز عبارة عن صفحة واحدة هذه الموازنة هذه القد الانكم هذه الإرادات وهذه المصروفات ثابتة بعيدة عن كل مشاكل السياسية بعيدة جدا أرجع أقول أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية التي تتمنى الدولة والستراتيجية لا تتعلق بالحكومات يعني المفروض أنه يتفق العراق بشكل كامل أنه نحن نبحث عن عراق في سنة مثلا الفين واربعين عن أنه يكون العراق بلد اقتصادي زراعي نسبة الزراع بهلقد ونسبة الصناعة بهلقد ويشكل هلقد من الناتج المحلي وبلد سياحي هذه الرؤية هذا اللي نتمنى أن نشوفه في يوم من الأيام